موسيقى 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 البلدين في يقلك يهون بس هيدا شي طبيعي لأشخاص بعمري بس اعتبر انه ولد عمره 3 سنين وتعدد له عواصم كل البلدين ويشور لك يهون على الخريطة هيدا شي مميز عشان هيك اسمه البرنامج لتل بيك شاتس يعني ولد عم بيقوم بشي اكبر منه عمره بكتير مش نوع الموهب اللي يعلق فيه هو شخصيات الاولاد اللي اللي انا اتعلقت فيهم يعني بتحس الجيل الحالي غير جيلنا وغير جيل لقبل منفتح اكتر معرض ومكشوف لكل شي قدامه فبتحس الشخصيات اللي عند الشخصيات الولد بتأسرك بيعرف يحكي بيعرف يقدم نفسه ما بيستحي سواء هيدا اللي عم بيعليق فيه اكتر واكتر نحنا دايما بهيدا البرنامج بحد زيته نحنا عم نزور بلدين والبلدين اللي ما عم نزوره عم نجيب فيه ناس متقدمين عن طريق الويبسايت mbc.net عم بيقدموا الابليكيشن وعم نتصل فيه وعم نتواصل معهم مش معناه تحوزوزن اقل من الناس البلدين اللي نحنا عم نروحها بس من خلال تجاربنا يعني نحنا عم نعمل كاستنج بالبلدين العربية صرنا اكتر من 15 سنة و 16 سنة بنعرف فيه مناطق الكاستنج بالنسبة لها صار عادة وبتعرف انه لازم تيجي وكيف تيجي وكذا وفيه بلدين حتى بس رحنالة بتحس القبول اضعف الناس بتحب تفضل انه لأ انا اشتغل اونلاين وابعت الابليكيشن فعشان هيك نحنا بنختار بين مدينة ومدينة ديك المغرب انا كنت من زمان بقوله وبعد بقوله هي خزان للمواهب العربية سواء على صعيد الولاد او على صعيد الكبار اتنين المغرب فيها مدارس متخصصة بتأهيل الاولاد ومواهبهم سواء كان الرياضية او الثقافية او العلمية او الغنائية او الفنية يعني نحنا حتى مكان الكاستنج اللي عم نعمل فيه هو مدرسة مواهب معظم للولاد فاكيد كالعادة المواهب المغربية رح تلفط نظر المشاهد العربي الهدف الاساسي هو احتفال فيهم يعني الهدف الاساسي من البرنامج هو انه يحتفل بمواهبة الولد المتابعة من بعد هيك عشان هي مش الهدف منه البرنامج انه يتابعوا او هيدا بس نحنا اللي رح نشتغل عليه انه نظهر الموهبة ونلفط نظر المؤسسات اللي لازم تنلفط نظر لعلا لانه نتبه نحنا مش مسألة برنامج غنى ورأس فقط نحنا فيه عنا اطفال خارقي ذكاء مخترعين عندهم القدرة مش طبيعية للعمر اللي هني فيهم بحس من خلال شاشة كبيرة مثل MBC وبرنامج كبير مثل هيدا رح يفتح عيون المؤسسات اللي لازم تفتح عيون على هيدول الولاد لحتى تتبنيهم وترعاهم وتحافظ على هيد الموهبة وتنمي لونيها سيد حسين مين اخترتوا ليقدم البرنامج؟ نحنا بمرحلة بعدنا اولية جدا موضوع المقدم يعني بعد ما ندرس وما نحك فيه واكيد وقت ما لازم نعلن عنه بس انا بقلك بهالمرحلة ما في حدا حديث مين لازم يقدم البرنامج فيه رسالتين الرسالة الاولى هن للأهل اللي عم يتعبوا على اولادهم لحتى ينموا لهم موهبون من خلال اعطاهم دروس خاصة بالموهب اللي عندهم اياها انه هيدا البرنامج هو المكان المناسب لقلون لانه ما في تنافس ما في ربح وما في خسارة نفسية الولد رح تضلها مرتاحة ورح ينبسط فانا بطلب منهم يقدموا ما يكسلنوا نحنا راحين عنا غير هيدا اليوم عنا خمسة ايام بالمغرب بين كازابلانكة دار البيضاء ومراكش رسالة التانية هي للأهل اللي ما بيتعبوا على اولادهم انه او بيحسوا انه مش مهم النشاط الغير منهجي او الترفيهي او الرياضي لانه هيدا متنفس الولد وحس كل الدراسات اثبتت انه الطالب اللي بيكون عنده نشاط خارج الدراسة بيكون بحياته العملية بنسبة كبيرة افضل من الطالب اللي يعني انا بيعطيك مثلا انه انا من عمري خمس سنين انا بفريق المسرح كنت بالمدرسة تخرجت من الجامعة ودرست وكل شي ويحيني عم بيشتغل بمجال اللي انا كنت بحبه من انا وصغير اللي هو التلفزيون انه عرب ايدل مفروض باقي يعني وراجع واكيد رح يرجع بقوة بس متى وكيف وهيك لا وقتا اشتركوا في القناة